إنطبعا النهار قصير والي الطويل وما بنلحقش والناس بتسحى ما شاء الله عاشرة وإحدداشرةkat talked فبتبع دفع قوية جداً يعني مش بتكلم عن الكل طبعاً أنتو أكبرنا أكيد يعني بتكلم بشكل عام يعني بتكلم بتكلم بشكل عام أغلب الناس بتصحى متأخر فبتبع دفع قوية جداً وطول النهار ما بيجعوش فبتبع دفع قوية جداً إما يجي يأكل يأكل بفترة بيبع عنده نهم في الأكل إنه ما كلش طول اليوم فحتة برضو دي نقطة تانية اللي هي تجويع الجسم إن إحنا ما نخدش لا دا دا دي نقطة مهمة لازم نقف عندها في ناس بتقول إيه طب خلاص أنا هجوع نفسي وهحرم نفسي وهمشي على نظام قارس جداً في الشتاء مع إن الشتاء بيجوع والشتاء بيخلي الواحد يأكل بس أنا هجي على نفسي وهأرس طب دا هيجيب معايا نتيجة ولا أصلاً دا له أضرار دا من أسوأ الحاجات اللي ممكن أي شخص يعملها بتجيلي بتجيلي في العادة تقول يا دكتور أنا بشم ريحة الأكل بزيد دا أنا باكل واكبة واحدة في اليوم أنا بسمع الجملة دي على طول دا أنا بشم ريحة الأكل بزيد دا دي بتجيلي هي تيو يا دكتور دا أنا بقول شلواك بواحدة أنا مش عارف أي السبب إيه السبب السبب هقولك هي تكنية كده بسيطة حلو قوي لو فهمناها إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتعامل مع الجسم بتاعنا بغباء يعني إحنا المفترض مش بنحترمه مش بنحترمه إحنا إحنا ربنا خلقنا ربنا خلقنا مفترض مع جسم يعني ربنا قال علينا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني أنت أحسن خلق الله عز وجل جسمك دا أعظم جسم ربنا خلق وليك لصالحك لكن بسبب عميلنا الغلط معه ونمط حياتنا الغلط والنزام الغذائي الغلط وحالتنا النفسية والضغطات النفسية ومش بنعرف إزاي نفرغ مثلا الضغطات النفسية اللي ممكن نكون عايشين فيها في فترة ما كل هذه الأشياء بتتجم ما مع بعضها بتطلع شخص مريض سكر مريض دغط مريض قلب زيادة في الوزن والسمنة سبب لكل هذه يعني ما تلاقيش حد بيجي لي مثلا في العيادة يكون عنده سمنة بنبدأ مثلا من الدرجة التانية والتالتة وانتي طلع كده لحد السمنة المفرطة إلا وتلاقي معها دغط أو سكر أو قلب أو تصلب شرائيل أو دو يعني فالمتلازمة الإيضية بات منتشرة بشكل كبير جدا متلازمة إيضية يعني يعني تلاقي الضغط عنده وتلاقي السكر عنده وتلاقي عنده زيادة في الوزن مع شوية لعبكة كده شوية أمراض متجمعين كلها مع بعضها أنا بس بتكلم كنت فيه نقطة اللي هي بتاعت شرب الماء ديت مهمة جيدة لازم نبعرفين ان 70% من الجسم بتاعنا مي 70% من الجسم بتاعنا مي 90% من الدم 90% من الدم بتاعنا مي 70% من 70% ل73% من العضلات بتاعتنا مي 23% من العضم بتاعنا مي واجعلنا من الماء كل شيء حي بس انت لخص الماء هي الوسيل اللي بتنقلنا جميع العناصر الغذائية للخلايا بتاعتنا علشان تقدر فاشهد من الموضوع اللي أنا بس عايز أتكلم فيه ان احنا بيجي الشتاء ما بنحسش بالعطش عشان ما فيش حر فبتبقى دافعة قوية جدا ان احنا منشربش كميات مية كافية ضروري جدا ان احنا ناخد احدياجاتنا من المية على الاقل بنتكلم بالنسبة للشخص البالد لحد أدنى 8 كبايات وحد بنتكلم من 8 إلى 12 كباية وممكن نزيد كده ممكن نوصل ده في الشتاء والناس أصلا بتبقى ساقعانة يا دكتور واني الناس ساقعانة